امتدادا للأياد البيضاء لمملكة الإنسانية سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عشرات الأطنان من التمور لمكتب برنامج الغذاء العالمي بسودان لتوزيعها على الأسر المحتاجة بولاية البحر الأحمر تسليم 70 طن من التمور مهداه من حكومة المملكة العربية السعودية إلى أهل السودان ومن خلال برنامج الأمم المتحدة للغذاء هذه المساعدات تأتي في إطار جهود المملكة المتواصلة في دعم السودان وأهله برنامج الغذاء العالمي أشاد بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لشرق السودان وأبان البرنامج أن كميات التمور ستوزع على طلاب المدارس لمكافحة سوء التغذية ومساعدتهم على الاستقرار في التحصيل الأكاديمي استلمنا مساهمة مهمة من التمور تقدر بنحو 70 طن ستستخدم خلال الثلاثة أشهر المقبلة لدعم أكثر من 26 ألف من طلاب المدارس بولاية البحر الأحمر يدرسون في 26 مدرسة هذه المساعدة تعيننا على توفير وجبات جيدة للأطفال وستعينهم على مواصلة مشوارهم التعليمي وبناء مستقبلهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي نفذ عملية تسليم التمور لبرنامج الغذاء العالمي بدأ التعامل مع السودان بعلاج الجرحى ليمنيين في المستشفيات السودانية وقد أصبح بنشاطه المتواصل في طليعة المؤسسات الإنسانية الدولية الرائدة في مجال العون الإنساني والإغاثة ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية إلى السودان ولن تكون الأخيرة مساعدات تجسد شعار مملكة الإنسانية وتعزز العلاقات القوية بين البلدين والتي تنضي بقوة في جميع المجالات لؤي عبد الرحمن الإخبارية من داخل مقر برنامج الغذاء العالمي الخرطوم